السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي ولا الأولياء التلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم رح نحلو اختبار اللغة الإنجليزية للفصل الثالث يعني Third Term English Exam مع أنت الفصل الثالث رح نشوفوه شحيطي حنا بينه بلي وحدة الأنيفرسا والحفلات إلى غير ذلك يلا أبنائي دوما الأستاذ والأستاذة يقرأ لكم النص باللغة الإنجليزية يفهمكم ويلا نشوفو كيفاش نحلوه يلا عندي نبدو نقرأه النص ونجاوبوه على وشنو؟ اللي كالسون طاعنا اللي همم عندها الأسئلة نفهم Task 1 ويقول لي التمني الأول Listen, read the dialogue and circle the right answer مع أنت اسمع عاود سيقرأ هذا الحوار وأحط على الإجابة الصحيحة مفهم؟ يلا نبدو ونقرأه لامين Hi Nora مع أنتها قالها مرحبا نورا نورا وش قاتلو؟ Hi Lamine يعني مرحبا لامين My birthday is on Monday مفهم؟ مع أنتها قاتلو أنا لانيفرسا غتاعي ولا عيدو ميلادي Monday وشنو هو Monday؟ مع أنتها الاثنين You are my guest مع أنتها أنت ضيفي مع أنتها راني عارضاتك بش جي عندي Color your face for the party مع أنتها قاتلو لون للوجه التاعك من أجلي وشنو الحفلة يعني حتكون حفلة مسلية لامين What's time is the party؟ مع أنتها ما وقتها ولا وقتش أحد ديريها نورا It's at four مع أنتها حنديرها على الربعة تفهم يلا هلامين وش يقولها Awesome مع أنتها رائع I'll ask my parents if I can come سأسأل والديا إن استطعت القدوم نورا Great Good bye لامين قاتلو جيد إلى اللقاء مع أنتها نلتقي إن شاء الله لامين Good bye نورا مفهم؟ إذن هذا حوار كان ما بين لامين ونورا بمناسبة عيد ميلاديها مفهم؟ يلا هذي You are invited هذي اللي أعطتهم الكارطة اللي أعطتهم لضيوف التحا You are invited مع أنتها أنت مدعو To نورا's لامين برث داي رح نشوفوا أسكي عيد ميلاد نورا ولا لامين لادات مع أنتها date اللي هو التوقيت ولا اليوم Monday برث داي ماي 20 Time 3 or 4 بيام مع أنتها في كل واحدة رح نختاره وقتش أسكي كانت تعنورا البرت داي مع أنتها لاني فخصغ أسكي كانت تعنورا ولا تعلمين هل كانت على 13 ربعة مفهم؟ رح نحوطوا على الإجابة الصحيحة مفهم؟ إذن يلا هذه بالنسبة لتمرين الأول نوحو لتمرين الثاني Listen Read and color مع أنتها عاود اسمع أقرأ وألون Color His Small Eyes Blue يلا عاود يقول لي لون The Small Eyes مع أنتها العينين التاعه هات صغر باش نلونوهم ببلو لهو شنون البلو مع أنتها الأزرق Color His Big Lips And Mouth Read مع أنتها أو يقول لي الفم التاعه هو شن Red باللون الأحمر Mouth بفهم Color His Nose Green مع أنتها نوز هو الأنف باش نلونوه Green هو الأخضر Color His Small Checks Pink مع أنتها الوجنتين التاعه باش نلونوهم بالPink وشن هو الPink الوردي يلا ننتقلوا لي بعدهم أو يقول لي Task 3 مع أنتها 83 listen listen and circle A or N مفهم مع أنتها يلا كل خطرة إذن نسمع A ولا N مفهم يلا Orange Cake Umbrella مفهم يعاود الأستاذيق لكم وانتو ما تشوفوش تحوطوا الأخير وش يقول لي Task 4 Reorder of the words and write the sentence مع أنتها عاود هنا ما هم شو مرتبين إحنا نرتبهم ونعاود ونكتبهم في جملة صحيحة إذن يلا هنبدأ التصحيح التعنا مع بعض إذن يلا بالنسبة لهنا من هو عيد وميلاد نورة ولا لا مين إذن نورة هي اللي ندور عليها مفهم هل التوقيت تاعه هذا في اليوم وشن هو اليوم تاعه هاي قاتله On Monday إذن نحوط ما قليش إذا الصح في 20 ماي أسكي قليل هنا ما قليش إذن نحوط عليها هل التايم توقيت على الثلاثة ولا على الرابعة إذن شوفوا إذن شوفوا وش قلت له It's at four معنتها الرابعة إذن نحوط على الرابعة مفهم يلا بالنسبة لهنا التلوين أنا ما لونت لكم مش لك انتم ما لازم تلونه يلا قال لي الآيز تاعه بالبلو معنتها عيني بالزرق قال لي mouth and lips beige بالأحمر إذن لونهم بالأحمر nose بالgreen اللي هو شنو الخطر وchips الوجنتين كما يقولهم باللغة العربية بالوردي إذن لونهم بالوردي مفهم chicks هما الوجنتين يلا ندور على أ ولا آ إن كي نلقاها إذن شوفوا orange فيها آ إن إذن ندور على آ إن cake فيها آ إذن ندور على أي نقوله أي يعني أنا في لغة الإنجليزية umbrella umbrella اللي هي وشنو اللي الparaply مفهم إذن فيها الأي ندور على الأي أما بالنسبة للأخير دوما ما ننسوش بلي نبدو بواش ما جوش كل معتها الحرف الكبير إذن وش نقوله happy birthday to you معتها عيد وميلادي تنسع عيد مفهم إذن يلا happy هي اللولة نكتبها هي اللولة أم بعد جي birthday عيد مولد أم بعد to you لك عيد ميلادي سعيد لك وما ننسوش النقطة نفهم إذن هذا كان بالنسبة لاختبار الفصل الثالث في مادة لغة الإنجليزية أي تلميذ ولا تلميذة عنده سؤال يخليه لي في التعليقات نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكيما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله موسيقى